ريزن 5 2400 جي والريزن 3 2100 جي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وخلال أحداث معرضة CS الماضية عام 2018 AMD أعلنت عن معالجات الـ APU الجديدة والتي تأتي بمعمارية الـ Raven Ridge وبعمارية الـ Vega الرسومية المعالجات التي تم الإعلان عنها هم الاثنين الأول ريزن 5 2400 جي ويأتي بأربعة أنوية وثمانية خيوط والسرعة الأساسية 3.6 جيجاهرتز ويوصل إلى 3.9 جيجاهرتز سعة الذاكرة المؤقتة في المعالج الكاتش هي 2 ميجا بايت للـ L2 و4 ميجا بايت للـ L3 أما المعالج الرسومي هو Vega 11 ويأتي بتردد 1250 ميجا هرتز بـ 11 وحدة معالجة رسومية ويدعم تشغيل ذواكر DDR4 بتردد 2933 ميجا هرتز ودقة تصنيعية 14 نانوميتر واستهلاكه للطاقة هو 65 واط المعالج الثاني هو الريزن 3 2200 جي ويأتي بأربعة أنوية وأربعة خيوط بتردد 3.5 جيجاهرتز ويوصل إلى 3.7 جيجاهرتز وسعة الذاكرة المؤقتة في المعالج الكاتش هي 2 ميجا بايت للـ L2 و4 ميجا بايت للـ L3 يأتي بمعالج Vega 8 بثمان وحدات معالجة رسومية ويدعم تشغيل ذواكر DDR4 بتردد 2933 ميجا هرتز ودقة تصنيعية 14 نانوميتر واستهلاكه للطاقة هو 65 واط على فكرة المعالجات الريفن ريج تدعم الأوفركلاكينج أو بالأصح تستطيع تكسر سرعتها أخيراً وليس آخراً ويأتي بمقبس AM4 وتدعم منفذين لذواكر DDR4 بتردد يصل إلى 3200 ميجا هرتز وتدعم منفذ PCI Express 16 وتدعم أربعة منافذ USB 3 اثنين جين 1 واثنين جين 2 وتدعم منفذين USB 2 وتدعم واي فاي والبلوتوث وتدعم منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort أيضاً استخدمنا SSD من HyperX بسعة 240 جيجا بايت بسرعة قراءة 560 ميجا بايت في الثانية وكتابة 530 ميجا بايت في الثانية الذاكرة العشوائية G-Skill Flare X شريحتين بسعة 16 جيجا بايت وترددها 3200 ميجا هرتز الـ Power Supply GX 650 من Cooler Master قوته 650 واط بمعيار AT Plus Bronze الكيس الأساسي هو الصندوق Corsair Obsidian 250D ويأتي بمروحتين الأولى 140 ميلي متر في الجهة الأمامية والثانية 120 ميلي متر في الجانب الأيمن أيضاً يمتلك منفذين USB في الأمام ومنفذ مايكروفون ومنفذ سماعة لو تكلمنا على التجربة باختصار فنلاحظ أن البنشماركات والكفاءة التي تظهرها على الشاشة استخدمنا مجموعة من الألعاب لهذه البنشماركات وأيضاً موضحة لكم التجربة كانت على مدى أسبوعين من خلالها حدثنا الـ BIOS والقطاع المطلوبة إلى آخر الإصدارات لإتمام هذه المراجعة ملخصاً الريزن 5 والريزن 3 المستخدمات في هذه المراجعة موجهين للفئة الاستخدام المتوسط للإستخدام الأقل من المتوسط بشوي أخيراً سعر معالج الريزن 5 2400 جي هو 169 دولار أي تقريباً 633 ريال وسعر معالج الريزن 3 2200 جي هو 99 دولار فقط أي قرابة 370 ريال نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته